موضوع هذا الفيديو هو الفلزات ستتعلمون عن خصائص الفلزات وما المقصود بالطبيعة الفلزية للعنصر بعض الكتب تستخدم كلمة معدن والمعدن في الكيمياء هو الفلز لذلك تذكروا دائماً أن الفلزات هي نفسها المعادن من الأمثل على الفلزات الحديد والنيكل والنحاس والفضة والذهب والألمينيوم ربما رأيتم واحداً أو أكثر من هذه العناصر في حياتكم لكن ما هو الفلز؟ وما هي الخصائص التي تعطي العنصر طبيعة فلزية؟ الخاصية الأولى للفلزات هي أنها لامعة ولها بريق خصوصاً عند تعرضها للضوء لهذا السبب يصف بعض الناس الأشياء اللامعة بأن لها بريقاً معدنياً الخاصية الثانية للفلزات هي أن كثافتها عالية مقارنة بغيرها من المواد تخيلوا لو أنكم ألقيتم بقطعة معدنية في الماء ستلاحظون أنها تغرق بدل أن تطفو على السطح بسبب كثافتها العالية الخاصية الثالثة هي أن درجة ذوبان الفلزات مرتفعة وهذا ما يجعلها صلبة في حرارة الجو العادية باستثناء عنصر الزئبق فهو الفلز الوحيد الذي يكون في حالته السائلة في حرارة الجو العادية الخاصية الرابعة هي أن الفلزات مرنة وقابلة للثني المقصود بهذه الخاصية هو أنه عند الضغط على هذه المواد بقوة كافية فإنها تنثني ولكنها لا تنكسر وهذا يمكنكم من تشكيلها وصناعة أشياء منها من الأمثل على ذلك رقائق الألمنيوم أو ما يعرف بالقصدير تصنع هذه الرقائق من الألمنيوم جميع المعادن مرنة ربما يحتاج بعضها مقدارا كبيرا من الضغط لتشكيله كالحديد مثلا لكن المعادن مرنة ويمكن تشكيلها لصناعة أشياء منها من الأمثل على الأشياء المصنوعة من المعادن المجوهرات فمعظمها كما تعلمون مصنوع من الذهب أو الفضة الخاصية الخامسة هي أن المعادن موصلة للكهرباء لو فتحتم إحدى الأجهزة الكهربائية ستجدون بداخلها أسلاكا وقطعا مصنوعة من النحاس أو أي معدن آخر الآن وقد تعرفتم على أهم خصائص الفلزات ما هي الخصائص الذرية التي تمنحها جميع هذه الصفات لنأخذ النحاس كمثال هذا تمثيل تقريبي لما تبدو عليه مجموعة من الذرات في قطعة نحاس هذه نواة لإحدى الذرات تحيط بها سحابة إلكترونية تذكروا أن إلكترونات الذرة تتحرك حول النواة في مستويات طاقة وفق احتمالات توزيع الكثافة الإلكترونية كما تعلمتم في دروس التوزيع الإلكتروني هناك مجموعة من الذرات في قطعة من النحاس هذه الذرات تتشارك بإلكتروناتها وهذا ما يكسب هذا الفلز خصائص كالمرونة والقدرة على توصيل الكهرباء فهذه الذرة تتشارك مع هذه الذرة الأمر الذي يسمح بتدفق الإلكترونات فيما بينها في حال وجود فرق في الجهد الكهربائي على جانبي القطعة وكان هذا الجانب سالب الشحنة وهذا الجانب موجب الشحنة فإن الإلكترونات ستتحرك من الجانب سالب الشحنة إلى الجانب موجب الشحنة وما يمكنها من الحركة هو أنها مرتبطة بشكل حر وغير مقيد بهذه الذرات عندما تتحرك الإلكترونات بين الذرات يتشكل بينها ما يعرف ببحر الإلكترونات وهو ما يجعل الفلزات موصلة للكهرباء وهو نفس السبب الذي يكسبها مرونتها أيضاً تخيلوا لو أنكم ضغطتم على هذه القطعة من هذا الجانب ومن هذا الجانب المواد غير المرينة تنكسر أو تتفتت لكن الفلزات بسبب مرونتها وبسبب بحر الإلكترونات هنا تنثني دون أن تنكسر الرابط الفلزية بين هذه الذرات لا تنكسر فينثني هذا الجزء للأسفل قليلاً وينثني هذا الجزء للأعلى قليلاً إذن ما يعطي الفلزات هذه الخصائص هو أن ذراتها تتشارك بالإلكترونات مع بعضها ومع ذرات عناصر أخرى لكن أي من عناصر الجدول الدوري أكثر ميلاً للمشاركة بإلكتروناتها؟ تذكروا أن رقم المجموعات الرئيسية في الجدول الدوري يساوي عدد إلكترونات التكافؤ لذرات العناصر في ترك المجموعات مثلاً المجموعة الأولى لدى ذرات عناصر المجموعة الأولى إلكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجي يصعب على هذه الذرات جذب عدد من الإلكترونات لملء مستوى الطاقة الأخير لديها لكن من السهل عليها أن تتخلص من إلكترون التكافؤ لتصل إلى توزيع إلكتروني أكثر استقراراً لذا فهي أكثر ميلاً لفقد إلكترون في حين أن عناصر المجموعة السابعة وهي الهالوجينات بحاجة إلى إلكترون واحد فقط حتى تستقر لذا فهي أكثر ميلاً لإكتساب إلكترون بدلاً من المشاركة بإلكترونات أما الغازات النبيلة فهي مستقرة وليست بحاجة إلى المشاركة بإلكترونات تذكروا أيضاً أنه عند الانتقال في المجموعة الواحدة من أعلى إلى أسفل فإن طاقة التأيون تقل وذلك لأن إلكترونات التكافؤ تكون أبعد عن النواة لذا يسهل انتزاعها منها مثلاً الإلكترون رقم 55 والأخير في ذرة السيزيوم أبعد بكثير عن نواتها من الإلكترون الثالث والأخير في ذرة الليثيوم بناءً على كل ذلك فإن العناصر في هذا الجزء من الجدول الدوري أكثر ميلاً للتشارك بإلكتروناتها وبالتالي فهي أكثر ميلاً إلى اكتساب خصائص فلزية إذن في هذا الجزء من الجدول الدوري تكون العناصر أكثر فلزية وذلك على عكس العناصر الموجودة في الجزء العلوي الأيمن من الجدول الدوري هذه العناصر أقل ميلاً للمشاركة بإلكتروناتها فهي ذات كهر سلبية عالية وطاقة التأيون لها مرتفعة أيضاً لذلك تكون طبيعتها أبعد عن الخصائص الفلزية أي أنها أقل فلزية لاحظوا أن ما نتحدث عنه هو قرب طبيعة العناصر أو بعدها عن الطبيعة الفلزية ربما تتساءلون عن بعض العناصر كالكالسيوم مثلاً لو تخيلتم قطعة من الكالسيوم يمكنكم أن تتصوروها كقطعة تبشور ليست مرنة أو لامعة وغير موصلة للكهرباء فتقولون أنه من غير المنطقي أن يكون الكالسيوم ذي طبيعة معدنية أكثر من الألمنيوم مثلاً لذلك ما عليكم معرفته هنا هو أن الكالسيوم الذي اعتدتم رؤيته كالتبشور أو مسحوق أبيض أحياناً هو ليس كالسيوم بحالته النقية بل هو مركب كربونات الكالسيوم والكالسيوم النقي يبدو كما في هذه الصورة هنا لاحظوا أنه لامع ويبدو كأيفلز آخر إذن النمط العام لفلزية العناصر عبر الجدول الدوري هو أن عناصر هذا الجزء أكثر ميلاً إلى الطبيعة الفلزية بينما عناصر هذا الجزء أقل ميلاً إلى الطبيعة الفلزية انظروا إلى موقع عنصر الألمنيوم في الجدول تعلمون أن الألمنيوم فلز وعليه بناء على هذه القاعدة فإن جميع العناصر السابقة للألمنيوم والواقع في هذا الجزء هي أيضاً في الزات أي أن عناصر المستوى الفرعي S والمستوى الفرعي D والمستوى الفرعي F جميعها في الزات بالإضافة إلى جزء كبير من عناصر المستوى الفرعي P وهي التي أقوم بتحديدها هنا هذه أيضاً في الزات أما التي بجوارها هنا فهي تدعى بأشباه الفلزات العناصر المتبقية في هذا الجزء هي الوحيدة في الجدول الدوري التي تعد من اللافل الزات وهذا منطقي فالغازات النبيلة مثلاً هي غازات خاملة لا تتفاعل ولا تشكل روابط أو تتشارك بإلكتروناتها لذلك لا تتواجد بحالة تكسبها أي خصائص فلزية كالتي تحدثنا عنها أما العناصر التي هناك الكربون تبقى غير موصلة للكهرباء وغير مرنة حتى عندما تشكل روابط وأبنية كيميائية من الأمثلة على مركبات الكربون الألماس تستطيعون تصوره وينكسر إذا تعرض للضغط بدلاً من أن ينثني إذن في الجزء السفلي الأيسر تكون العناصر أكثر فلزية وتقل الخصائص الفلزية تدريجياً بالانتقال إلى الجزء العلوي الأيمن عبر الجدول الدوري أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعطاكم فكرة عن خصائص الفلزات وعنمت تغير الخصائص الفلزية للعناصر عبر الجدول الدوري ترجمة نانسي قنقر